بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عجدة من لساني يفقاه قولي استكمالا لدرس التكاثر في النباتات الزهرية وده الجزء الثالث والأخير إن شاء الله هنكمل مع بعض الوظيفة الثالثة من وظيف الزهرة وهي الإخصاب احنا عرفنا أو خلصنا في الجزء الثاني الجزئية الخاصة بالتلقيح وانواع التلقيح الخلطي والذاتي طيب الجزئية الثالثة هنعرف ازاي بيحصل إخصاب وإحنا عارفين إن التلقيح بيدينا صمرة الصمرة اللي احنا بنكلها ولكن الإخصاب بيدينا بزرة فالغرض من التكاثر في النباتات الزهرية هو الإخصاب وليس التلقيح الغرض هو تكوين البزرة وبالتالي الإخصاب وليس التلقيح وليس تكوين الصمرة طيب عملية الإخصاب في النباتات الزهرية بتحصل على مرحلتي أول مرحلة معايا وهي إنبات حبة اللقاح والمرحلة التانية معايا وهي الإخصاب المزدوكة لابعن معايا مرحلتين مرحلة من ناحية العضو المذكر اللي هو إنبات حبة اللقاح ومرحلة تانية من ناحية العضو المؤنس اللي هو المبيض بالنسبة للبايدة طيب بعد ما تكونت حبة اللقاح داخل الموتوك نحن ل угolنا الموتوك بتكون من أربع أكياس ماشي جوه كل كيس مجموعة من الخلايا اسمها الخلايا الجرسومية الأمية بتنقسم انقصام ميوزي ده كده اسمه انقصام ميوزي وبيكون انقصام ميوزي خلوي انقصام ميوزي خلوي فبيديني أربع خلايا في صفين باخد أربع خلايا في صفين ده شكل كده الأربع خلايا الأربع خلايا دي بقيل عليهم اسم الجرسوم الصغيرة وبتبقى كلهم نون بعد كده كل جرسومة منهم بتنقسم انقصام ميتوزي نوي ميتوزي نوي طيب يعني انا كده عشان اتكون 4 حبوب لقاح انا بعمل انقصام واحد ميوزي خلوي وبعمل 4 انقصامات ميتوزي نوي عشان اتكون 4 حبوب لقاح يعني انا لو هكون 100 حبة لقاح فانا كده بعمل 25 انقصام ميوزي خلوي وبعمل 100 انقصام ميتوزي ناود وفي النهاية بيتكون معايا أنبوبتين جوا كل حبة لقاح نواة اسمها النواة الأنبوبية ونواة اسمها النواة المولدة بدي مثلا هنقول على نواة مولدة نواة مولدة ودي كاسمها نواة أمبوبية طيب وبعد كده حبة اللقاح بتحيط نفسها بجدار سميك ده كده شكل الجدار السميك أهوت معادة فتحات صغيرة طيب ايه وظيفة الفتحات او الجزء اللي مش بيكون سميك ده هو ان النواة الأنبوبية دي هتبدأ انها تختارك الجزء ده وتكون لي أنبوبة اسمها أنبوبة اللقاح زي ما احنا شايفين فوق كده بص دي كده النواة الأنبوبية بتكون أنبوبة اسمها أنبوبة اللقاح طيب مقول لك على حاجة تعانفها من موضوع اكتر واكتر انا بيكون معايا احنا قلتلك الاخصاب اول مرحلة اسمها انبات حبة اللقاح انبات حبة اللقاح ده مثلا الميسم ده كده الجزء الخاص بالميسم ماشي راتعون علي الميسم اول ما تبتدي تقع عليه حبة اللقاح بيكون جواها نواتين نواة بقول عليها نواة أنبوبية ونواة تانية بقول عليها نواة مولدة يبا نواة دي كده اسمها نواة مولدة ودي كده نواة انبوبية طيب وطبعا لازم يكون تركيز حبة اللقاح اعلى من تركيز الميسم يعني التركيز بتاع الميسم لازم يكون قليل وتركيز حبة اللقاح لازم يكون عالي لأن الانبات ده بيبعمل بالزبط زي انبات الجرسومة في التكاثر الجنسي بالجرسيم ليه علشان الماء تنتقل معه الانبات يعني عايز مية ينتقل الماء من الميسم الى حبة اللقاح يبينتقل ليه الماء من الميسم وده بيساعد على ايه بيساعد على بيساعد على انبات حبة اللقاح طيب ماذا يحدث لو كان تركيز الميسم هو اللي اعلى من تركيز حبة اللقاح ساعتها مش هتشرب حبة اللقاح المية ومش هيحصل انبات لحبة اللقاح طيب بنلاحظ كده في تركيب حبة اللقاح انها بتكون محاطة بجدار سميك ده كده جدار شكل الجدار السميك بس معادة فتحات يعني معادة جزء كده انا هو ترسمها لك قدامك عشان تبقى فاهم الحتة دي كده كويس قوي معادة حتة كده صغيرة مش بيكون فيها الجدار السميك ده او بيكون يعني جدار بس اقل سمكا طيب وظيفتها انها بتساعد على انبات حبة اللقاح او بتساعد على تكوين انبوبة اللقاح عشان الجزء ده هو اللي هيخترقه بعد كده النواة الانبوبية يبقى اضبح معايا جزء او فتحات كده صغيرة اقل في السمك عشان تخترقها النواة الانبوبية طيب تعالي نشوف كده المرحلة التانية المرحلة التانية هو ان النواة الانبوبية هتبتدى انها تبتدى ان هي تكون لي انبوبة اللقاح نشوف ده كده شكل الجدار شكل الجدار السميك اوات مشي وبيكون معايا جوه نواتين نواة اسمها نواة مولدة ودي كده النواة الانبوبية طيب ندرس بعد كده المرحلة التالتة بقى لشكل الجدار السميك تاني بس ودي كده النواة الانبوبية كوينة انبوبة اللقاح ودي كده النواة المولدة جاية وراءها وظيفة النواة الانبوبية انها بتعمل لي انبوبة اللقاح انبوبة اللقاح فتبدأ تمشي انبوبة اللقاح لحد ما توصلها لسقب النقير سقب النقير الهتمى من خلاله الاخصاب وبعد كده بتبدأ انها تتلاشى انبوبة اللقاح او النواة الانبوبية تتلاشى النواء الأنبوبية وتبدأ تنقسم يعني هنا النواء دي اسمها نواء مولدة ليه اسمها نواء مولدة لأنها تنقسم بعد كده انقصام ميتوزي هتنقسم انقصام ميتوزي نووي فتديني نواتين هتبدأ نهاية تتلاشى طبعا وتديني نواتين النواتين دول هقول عليهم اسم النواتين الزكريتان يبقى أقول عليهم اسم النواتين زكريتان طيب وبعد كده النواء الأنبوبية أول ما توصل أنبوبة اللقاح لسجب النكير تتلاشى وبعد كده اللي حصل لها حتى تتلاشى تمام وبعد كده تدخل بقى النواتين الزكريتين علشان ندخل على المرحلة التانية وهي مرحلة الإخصاب المزدوج مرحلة اللي بعد كده مرحلة الإخصاب المزدوج طيب تعال برضو نشرح مرحلة الإخصاب المزدوج بتحصل إزاي ده كده شكل الميسم وده شكل المبيض المبيض بيكون جواه انتفاق صغير اسمه قلب ويضا ده كده شكل البويضة طبعا البويضة بيحاط باغلفة بيتوصلها بجدار المبيض عن طريق فتحة اسمها او عن طريق حاجة اسمها العنق او الحبل السري والفتحة اسمها فتحة النقير وده كده البويضة بيكون جواها الكيس الجنيني وده كده الكيس الجنيني الكيس الجنيني بيكون جواه كم نواه؟ بيكون جواه 8 انوية هدي كده 3 انوية جنب بعض وانوية دي بيتحاط بغشاء رقيق وشوية سيتوبلازم فبقول عليهم اسم الخلايا السمتية بعد كده اسمها خلايا سمتية عندي كم خلايا عددهم 3 بيكون كم المجبوعة السبغية بتاعتهم كم بتكون نور بعد كده بيكون عندي 3 انوية هنا كده نواتين بيحاطوا بشوية سيتوبلازم وغشاء بقول عليهم اسم الخلايا المساعدة خلايا مساعدة طيب وبيكون في واحدة في النص بتبقى اكبر شوية بتحاط برضو بغشاء فبقول عليها اسم دي كده خلية البيضة خلية البيضة طب انا عندي كده كم خلية مساعدة عددهم اتنين وطبعا بيكونوا برضو نور يعني احادي المجموعة السبغية طيب يكون فيه نواتين هنا في المركز كده بقول عليهم نواتاء الكيس الجنيني نواتاء الكيس الجنيني او النواتين القطبيتين او برضو ليهم اسم تاني اللي هو النواتين المركزيتين طيب تعالنشو بقى هنركب بقى خطوة انبات حبة اللقاح انبات حبة اللقاح انبات حبة اللقاح دي كده حبة اللقاح ايات بدأت انها تنزل وتكون بقى انبوبة اسمها انبوبة اللقاح تبدأ انها تعدى تختارك الميسم وتختارك القلم وتروح جوه المبيض وتبدأ تلف عشان خاطر تدخل الى الويدة من خلال فتحة اسمها او سجب اسمه سجب النكير يبقى ده من خلال سجب النكير اللي بيحصل من خلاله عملية الاخصاب طيب اسمه الاخصاب المزدوج طيب ليه اسمه الاخصاب المزدوج لانه بيحصل من خلال حاجة دي اول حاجة بنا عندي الاخصاب المزدوج ده بينقسم لحاجة دي اخصاب مزدوج بينقسم لحاجة دين اول حاجة هو اخصاب خلية البيضة اخصاب خلية البيضة وتاني حاجة وهو الاندماج السلاسي الاندماج السلسي إيه اللي بيحصل في اخصاب خليط طبعا اللي بيكون معاه بقى نواتين زكريتين هم دي كده نواة زكريا أولى ودي نواة زكريا تانية اللي بيكون أصلا جايين من من جايين من انقصام الميتوزي للنواة المولدات أما الفين النواة الأنبوبية خلاص تلاشت أول ما بتكون لي أنبوبة اللقاح خلاص كده تلاشت طيب إيه اللي بيحصل بعد كده اللي بيحصل هو إن نواة أنبوبية واحدة بتبدأ انها تعمل اخصاب لخلية البيضة يبقى انا عندي كده نواة مبوبية واحدة بتروح تعمل اخصاب لخلية البيضة فالموضوع ده اسمه المرحلة الاولى اسمها اخصاب خلية للبيضة طيب عن طريق ايه عن طريق نواة زكريا زائد خلية البيضة طيب بيدوني ايه بيدوني الزيجوت الزيجوت اول عليها اسم اللاكحة اللي بيطلع هو الزيجوت الزيجوت ده بينقسم بعد كده انقصام ميتوزي وبيديني بعد كده الجنين ماشي يبقى دي كده الخطوة الاولى طيب الخطوة التانية اللي هو الاندماج السلاسي ليه اسمه اندماج سلاسي لانه بيبقى عبارة عن اندماج ثلاث انوية عبارة عن اندماج ثلاث انوية منهما الثلاث انوية النواة الزكريا التانية هتروح تندمج مع نواتين الكيس الجنيني اهم فبيدوني ثلاث انوية تلات أنواي دول لما بيدامغه مع بعض بيكون حكا اسمها نواة الاندوس بيرمو خلي بالك بقى هنا كده أنا عندي النواة الزكرياة بتكون نون وخليط البيضة بتكون نون فبيديني الزايجت او اللقاحة بتبقى اثنين نون بتنقسم القصام متوزي فبيديني الجانين برضو اثنين نون لكن هنا الاندماج الثلاثي بيبقى عبر عن نواة زكريا التانية النواة الثانية بتندمج مع نواة الكيس الجنيني نواته الكيس الجنيني يدوني نوات الاندوسبيرم دي نون ودول اتنين نون لان نواة ونواة يعني نون ونون يبديني اتنين نون يبدوني نواة زكريا ونواتها الكيس الجنينية ه aluminium هدوني نواة الاندوسبيرم 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 دي هتكون 3 نون ماشي هتنقسم بعد كده إنقصام ميتوزي عشان خاطر في النهاية هتديني نسيج اسمه نسيج الاندوسبيرم ففيه سؤال من ضمن السئلة بتاعة السنين اللي فاتت بيقولك ما هي نواتج الاخصاب المزدوك ايه نواتج عملية الاخصاب المزدوك وحضط لك في الاختيارات الجنين ونسيج الاندوسبيرم لا هما الجنين والاندوسبيرم مش بيكون ناتجين بشكل مباشر من الاخصاب المزدوك اما المين اللي بيكون جاي من الاخصاب المزدوك هو الزيجوت او اللقاحة ونواة الاندوسبيرم ونواة الاندوسبيرم طيب و اللي بيحصل بها بالنسبة ل المنحنة بياني تعالى كده مآرو انا بيكون معايا دي كده مثلا نون وده كده اثنين نون وده كده ثلاثة نون يكون معايا نواتين نوات نون ونوات نون فبيدوني نوات اثنين نون ماشي والمرحلة الثانية يعني أنا بيكون معايا نون ونون ونون فبيدوني ثلاثة نون فأقولك العملية دي كلها على بعضها اسمها ايه يعني دي مثلا واحد وده كده اثنين العملية كلها على بعضها اسمها الاخصاب المزدوك ماشي بس دي مرحلة اتنين ده لوحدها لو قالك مثلا مرحلة اتنين لوحدها يعبارها عن اخصاب خليط البيضة خليط البيضة طيب والمرحلة اللي هي رقم واحد دي كلها على بعضها اسمها ايه دي كده كلها على بعضها اسمها الاندماج السلاسي طيب ايه اللي بيكون ناتج عن الاندماج السلاسي بيديني نواة الاندو سبيرم نواة الاندو سبيرم طب ايه اللي بيكون ناتج عن اخصاب خلية البيضة بيديني الزيجوت اللي هينقسم بعد كده ويديني الجنين ونواة الاندو سبيرم هتنقسم بعد طبعا دي بتكون 3 نون نهاية ودي بتكون 2 نون اللي هتنقسم بعد كده نواة الاندو سبيرم هتديني نسيج الاندو سبيرم وده النسيج اللي هيغزي الجنين اسناء تكوينه هيغزي الجنين بعد كده اسناء تكوينه سجن اندوسبيرم هيغز الجنين ده أثناء تكوين الجنين طيب وبكده نبقى خلصنا مرحلة الإخصاب المزدور وخلصنا كده الإخصاب ممكن نبص كده عليهم الصور سريعا المرحلة الأولى ده كده الميسم دي أنبوبة اللقاحيات بتتكون ودي كده النواة الأنبوبية هي اللي بتكون أنبوبة اللقاح هتمشي أنبوبة اللقاح لعد ما توصل لسقب النقير وبيكون النواة المولدة هتنقسم وتديني نواتين زكريتين هنا بقولك نواة أمبوبية تدخل البيضة من خلال النقير بعد كده بتخصى بإحدى الخليتين الزكريتين لأصدع البيضة على النواة يعني خلية البيضة وتخصى بالأخرى النواتين القطبيتين عشان نكون الإندوسبير طيب ماذا بعد الإخصاب ماذا بعد الإخصاب اللي بيحصل بعد الإخصاب في حاجات بتزبل وفي حاجات بتفضل بعد الإخصاب بيزبل كل من الكأس وكمان بيزبل التويج وبيزبل الطلع طيب هل يا ترى بيزبل المتاع كله لا أجزاء من المتاع مين اللي بيزبل من المتاع بيزبل القلم وبيزبل الميسم طيب بيفضل مين يفضل المبيض يفضل المبيض ده ده في الطبيعي ولكن لكل قعدة شواز في حاجات مش بيفضل فيها او مش بيزبل فيها مش ده السيناريو اللي بيحصل فيها زي مين حتى بقولك لكن في عندي نباتات او سمار مش بيزبل منها الكأس في نباتات تانية مش بيزبل منها الكأس والأسدية ماشي طب نحفظهم ازاي عندك هنا ده الرمان كده ده الرمان الرمان ميني اللي بيتفضل فيه هتحفظها لي بكلمة رأس رأس طيب الرأ اللي هي الرمان والألف اللي هي الأسدية هيتفضل فيه لإيه الأسدية هيتفضل الأسدية اللي هو مين اللي هو اطلع طيب وسين الكأس يبقى الرمان بيفضل فيه بيفضل فيه الأسدية وبيفضل فيه الكأس الأسدية اللي هي بتكون موجودة هنا كده دي كده الأسدية اللي انت بتشوفها لما تيجي تقشر رمان ولا حاجة بتلاحز ان فيه حاجة هنا كده الأسدية دي بيكون فيها المتق وبيكون في حب اللقاء تمام؟ طيب بعد كده بيكون في عندي مثلا حاجة زي البسلة فيه تلاتة به تلاتة به مين؟ عندي البازنجان دي البتنجان دي البسلة وده البلح وكمان مثلا ممكن يجيب لك حاجة زي الطماطم كده بيتفضل فيه بيتفضل فيهم الكأس طيب في حاجة مثلا زي الأرع أو الكوسة يبقى أنا عندي أرع أو مثلا الكوسة الأرع أو الكوسة بيتفضل فيهم التويج يبقى أنا عندي تاني ماذا بعد حدوث الإخصاب الطبيعي أنه بيزبل الكأس ويزبل التويج وبيزبل الطالة وأجزاء من المتاعي يعني القلم والميسم بيزبل يتفضل مين؟ يتفضل المبيض ده ده اللي بيحصل في الطبيعي ولكن لكل قاعدة شواز فمثلا نجي نبص على الرمان نلاحظ أن الرمان بنحفظها بكلمة رأس بيتفضل فيه الكأس بيتفضل فيه الكأس السين هي نهاية وبيتفضل فيه الأسدية طيب وفيه معايا تلاتة بيه مين هما تلاتة بيه؟ أو ممكن نقول مثلا تلاتة بس بس مش هما بس يعني هما تلاتة بس تلاتة اللي هو البتنجان والبسلة والبلح البتنجان والبسلة والبلح بيتفضل فيهم مين السين اللي هو الكأس طيب فيه غيرهم؟ آه فيه غيرهم برضو زي مثلا الطماطم او بيتفضل فيه الكأس اللي هي طبعا الكأس ده بتكون من السبلات يعني مثلا ممكن يقول لك البتنجان وميحط لكش الكأس في الاختيارات بس انت عارف ان الكأس ده بتكون من ايه بتكون من سبلات ناشي طيب في حاجات تانية مثلا شبه القرع كده او الكوسة بيتفضل فيه بتفضل فيه التواج اللي بتكون من ايه بتكون من بتلات طيب قبل ما ندخل على تكوين الصمرة وزي الصمرة اصلا بتتكون تعال في شوية مساء كده مهمين بخصوص الاخصار انا نحلوهم مع بعض اول مسألة عايزك تبقى عارف ان انا دلوقتي عشان اكون بزرة انا باخد تكوين البزرة باخد كم نواة وعلشان خاطر برضو اكون البزرة بيتحلل كم نواة يبا تاني عند تكوين البزرة احسب هتحسب ايه هتحسب اول حاجة واحد اوت هتحسب لي الانوية عدد الانوية اللازمة لتكوين البزرة يبا عدد الانوية اللازمة لتكوين البزرة طيب تاني حاجة تاني حاجة هتحسب لي عدد الانوية التي تلاشت عدد الانوية التي تلاشت ماشي بالنسبة الانوية اللازمة لتكوين البزرة انا بحسب ايه انا بحسب النواتين الزكريتين وكمان معايا نوات اللي هي الخليط البيضة وكمان معايا نواتين الكيس الجنيني بكلهم كلهم هيسوا مع بعض كم خمسة يبقى عند تكوين البزرة هاخد كم نواة هم خمسة خمس انوية لازمة لتكوين البزرة طيب البزرة لما تتكون وخلاص كده هيبدأ انها هيبدأ خلاص حصل اخصاب يعني وتكونت البزرة ويحصل بقى تكوين صمرة وغيره من الانوية اللي بتتلاشها ما انا بيكون معايا بقى النواتين المساعدتين او الخليطين المساعدتين بيكون معايا خليطين مساعدتين ويكون معايا كمان خلايا سمتية اللي بيحصل لهم بتتحلل بتتحلل بتتلاشها ما بتكونش موجودة طيب ايبا كده كم عدد الانوية التي تلاشت كم عدد الانوية التي تلاشت عند تكوين البزرة هتقول لي انه هم ستة ليه ستة لان انا معايا تلاتة خلايا مساعدة وكمان اتنين خلايا مساعدة وثلاثة خلايا سمتية وكمان النواة الأنبوبية النواة الأنبوبية اللي كانت موجودة هنا وتلاشت بعدد الخلايا أو عدد الأنوية التي تلاشت عدد الأنوية التي تلاشت هيكون نواتين مساعدتين زائد كمان ثلاثة أنوية بيكون موجودين في الخلايا السمتية زائد النواة التي تلاشت برضو اللي في الأول خالص كونيت لي أنبوبة اللقاح اللي نواة الأنبوبية بكلهم بيساوي 6 طيب برضو في سؤال بيقولك مثلا عشان أكون 100 بزرة عند تكوين عند تكوين 100 بزرة احسب عدد الانقصامات الميزية وعدد الانقصامات الميزية يبقى أنا عايز 1 عدد الانقصامات الميزية كمان عدد الانقصامات الميزية طيب بالنسبة للانقصامات الميزية مثلا عشان أكون 100 بزرة كونت 100 حبة لقاح كونت 100 حبة لقاح طيب عشان أكون 100 حبة لقاح عملت كام انقصام ميزي عملت 25 25 انقصام ميزي طيب وكمان كونت 100 خلية 100 بيضة 100 خلية بيضة يبقى أنا عشان أكون 100 خلية بيضة عملت 100 انقصام ميزي إبقى زائد 100 مués يبقى كلهم على بعضوهم 125 انقصام ميزي طيب بالنسبة للانقصامات الميزية أنا عشان أكون 100 حبة لقاح عملت 100 انقصام ميزي نووي يبقى 100 انقصام ميزي طيب nodig كده حبة اللقاح نفسها berحال لقد هها انكسام حصل للنواء المولدة اللي جعوها انكسام برضو ميت انكسام نوع عشان نديني النواتين الزكريتين يبقى كمان مية انكسام ماشي تlık بالنسبة لحبة اللقاع طيب بالنسبة البيضة البيضة نفسها حصل فيها عشان اكون بيضة واحدة حصل ثأت انكسامات ميتوزية يبقى هضرب المية في تلاتة يبقى يدوني تلتمية يبقى يدوني كم يدوني كده كلهم خمسمية طيب اقولك الحاجة فيه قانون في قانون ان عدد الانقصامات الميوزية بيساوي كم بيساوي عدد البزور في واحد وربعة ماشي طب انا عندي عدد البزور كم مية مية في واحد وربعة بمية خمسة وعشرين طب عدد الانقصامات الميتوزية بيساوي عدد البزور في خمسة عدد البزور في خمسة ماشي يبقى المية في خمسة بكام بخمس ومية يبقى في قانون اهو تسهل عليك بس انا اجبت عليك الاول بالاستنتاج عشان خاطر تفهم القانون بعد كده طيب ندخل بقى بعد كده على تكوين الصمرة الصمرة أصلا كان أساسها إيه؟ كان أساسها المبيض أساس الصمرة المبيض فاللي بيحصل دلوقتي إن أول ما حابة اللقاح بتنزل على الميسم بيبدأ ده النسولها أو إن بات حابة اللقاح بيبدأ إنه يحفز المبيض يحفز الأعضاء الجنسية في الظهرة نفسها على إفراز أكسينات يبقى عندك هنا إن بات حابة اللقاح أو التلقيح بشكل عام التلقيح أهوت ما لو إلي بيحصل بيحفز الأعضاء الجنسية زي مين؟ زي مثلا المبيض على إفراز أكسينات اللي هي الهرمونات النباتية طيب بعد ما تفرز أكسينات بتعمل الأكسينات دي؟ الأكسينات دي بتعمل على تشحم الغذاء بتعمل على تشحم الغذاء داخل المبيض يبقى عندي هنا الأكسينات بتحفز إيه؟ تحفز تشحم الغذاء داخل المبيض لتكويني لتكوين الصمرة يعني الصمرة اللي أنا بكلها دي هي عبارة عن إيه؟ هي عبارة أصلاً عن مبيض مبيض الظهرة بس كل الحكاية لما حصل تلقيح بدأت الأكسينات تخرج فالأكسينات لما خرجت يعني خلاص أفرز أكسينات المبيض نفسه أفرز أكسينات الأكسينات دي بتحفز تخزين الغذاء بتعمل تشحم الغذاء بتخزن الغذاء جوه المبيض فبيتكوني الصمرة طب هو ممكن يحصل تلقيح من غير من غير إخصاب إيه ممكن يحصل تلقيح ومحصلوني لخصاب ممكن يعني حصل تلقيح عادي والنواء الأنبوبية مثلاً ما انكسام ما مقدرش انها تختارك المسلم وبالتالي كده أنا كون صمرة من غير بزرة لأن الصمرة تتكون من وقت بس لكن بزرة تكون من إخصاب وبالتالي ممكن يحصل تلقيح بدون إخصاب لكن ما ينفíamosش يحصل إخصاب بدون بدون تلقيح طيب دي كده القعدة. طيب لكل قعدة شواز لكل قعدة شواز إزاي. الطبيعي أن اللي بيتشحمions الغذاء هو المبيض. الطبيعي في اي نبات اللي بيتشاحم بالغذاء هو المبيض. فلما بيتشاحم الغذاء بالمبيض بقول عليها صمرة حقيقية. صمرة حقيقية. ماشي. يعني ده كده المبيض اهو. ده كده مثلا المبيض لو حصل لو حصل اخصاب هيكقول لي كان بزرة. البزرة بتبقى البويضة. فتعالها كده يحسب. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. يعني انا كده هاخد صمرة بيكون فيها سمرة. بيكون فيها تمن بزور. عبارة عن سمرة واحدة. ليه? لان السمرة بتبقى مبيض. والبزور بتبقى البويضة. فانا عندي كم بويضة? عندي تمن بويضات. يبقى تمن بزور. لو ما يحصل اخصاب. تمام? وكام سمرة هي سمرة واحدة. طيب سمرة حقيقية يعني بيتشاحم المبيض بالغذاء. زي مثلا المنجة اللي انا باكله بقى طبعا المنجة اللي انا باكلها دي عبارة عن المبيض لبس يخذ بقى الغذاء. زي مثلا الرمان زي البسلة زي البتنجان زي البلح طماطم قرع. دي كلها اللي حصل فيها تشحم المبيض بالغذاء. ولكن لو تشحم اي حاجة تانية غير المبيض بالغذاء بقول عليها سمرة كاذبة. بقول عليها سمرة كاذبة زي مين? زي مسلا التفاق. زي مسلا الكمثرة. تمام? مين اللي بيتشحم فيها? بيتشحم فيها التخت. اللي بيتشحم بالغذاء هو التخت. فين التخت اهو? الجزء ده كده. بتلاقيه بيحيد بالمبيض. يحيد بالمبيض. ويبدأ ان هو يتشحم بالغذاء. يبدأ يتشحم بالغذاء. يتشحم بالغذاء. احنا نخليها باللون لغضر مسلا. يبدأ ان هو يتشحم بالغذاء اهوت. يتشحم يتشحم بالغذاء ويكبر في الحجم. والمبيض يبقى موجود جوا. يبدأ اصلا عبارة عن ايه? ده كده عبارة عن مبيض. انما الجزء الخارجي ده اللي انا باكله ده اسمه عبارة عن تخت. طيب هو مين اللي تشحم اللي تقت ولا المبيض التقت طيب يا بدي سمرة كذبة ولا حقيقية لا سمرة كذبة الكلام ده بيحصل فين بيحصل في التفاح وبيحصل في الكوميترا اللي بيتشحم هو التقت وليس المبيض ونخلي بان menu ان التقت ده مش من ضمن أجزاء الظهرة عمثا ده ده أصلاً المكان اللي بتقعد عليه الظهرة طيب إحنا كده عرفنا الفرق ما بين السمرة الكذبة والسمرة الحقيقية نجي بعد كده لتكوين البزرة البزرة أساساً كان أصلها بويضاء يبقى عندي الصمرة كان أصلاها مبيض والبزرة كان أصلاها بويضة طيب علشان كده ممكن نشوف مثلا في صمرة أهي دي صمرة واحدة يبقى مبيض واحد فيها بزرة واحد بزرة واحدة يبقى كان فيها بويضة واحدة طيب البطيخ البطيخ هي عبارة عن صمرة واحدة وبالتالي بتساوي مبيض واحد إنها مثلا ممكن يكون فيها بزور كتير بزور كتير يبقى بتساوي بويضات كتير طب البذرة بتتكون ازاي البذرة بتتكون من الاخصاب المزدوج بعد ما يتم اخصاب البيضة بتكون لي الزيجوت او اللقاحة اللي بتنقسم تديني الجنين الجنين بيكون جواه الجنين نفسه هي النبتة اللي بتبقى نفسها جواه البذرة جواه البذرة تمام والإندسبر بيكون ناتج من الاندماج السلاسي فالاندماج السلاسي بيكون الغذاء اللي بيحيط بالجنين اللي اتنين مع بعض بيدوني البذرة يعني اصلا الجنين ده بيكون موجود جواه البذرة اصلا كده كده خريط البيضة بتكون موجودة جواه البويضة تمام طيب بعد كده بعد ما يتم تكوين البذرة بيحصل فيه كائنات او نبتات بيحصل لها زبول ويتموت وفيه نبتات تانية مش بيحصل لها زبول ويتموت لا ده بيحصل لها تعطيل النمو الخضري بس والله قال لك لو هي نباتات حولية يعني يعني مثلا نباتات عشبية نباتات حول واحد او بقول عليها نباتات موسمية نباتات حولية او عشبية او موسمية يعني بتعيش موسم واحد بس زي مثلا مين زي عندي مثلا الفول زي مثلا الامع دي كلها نباتات بتعيش موسم واحد بعد ما بتكون البزور اللي بيحصل لها بتزبل وتموت كونة البزرة بتزبل وتموت يعني لو جبتلك رسمة من دول كده وقلتلك إلا يحصل بعد ما تكون البذرة تأذبول وتموت إنما في نباتات تانية معمرة نباتات معمرة يعني أشجار خشبية زي مثلا برطقان لمون تفاح النباتات دي مش بتعيش موسم واحد ولا بتعيش سنة واحدة لا ده بتعيش فترة كبيرة وبالتالي أول ما بتكون الصمرة اللي بيكون جواها البذرة مش بتموت لا ده هتفضل بحشان تكمل السنة اللي بعدها لكن بيحصل لها تعطيل في النمو الخدري يبقى اللي بيحصل لها تعطيل في النمو الخدري زي السورة اللي قدامنا كده شغلة البرطقان طيب بعد ما عرفنا البذور والصمار وكل دول تعال نعرف بها إن أنا عندي البذور دي بيكون في منها نوعية في بذور بقول عليها اسمها بذور اندوس برمية وفي بذور لا اندوس برمية البذور الاندوس برمية يبقى عليها البذور اللي بتكون فلقة واحدة زات الفلقة أو الفلقة الواحدة طيب زي مين زي مثلا الامح او زي مثلا الدرة او زي مثلا البلح البذرة بتبقى عبارة عن فلقة واحدة او بزور تانية بقول عليها اسمها لا اندسبرمية بتبقى فلقتين بزور ذات الفلقتين زي مثلا الفول زي مثلا الخوخ زي مثلا التفاح دي برضو بيكون فلقتين الفرق ما بين الاندسبرمية واللا اندسبرمية واصلا انا ليه سمتها بالاسم ده لان ببساطة خالص البذور الاندسبرمية هي بذور اثناء التكوين بتاع الجنين اثناء تكوين الجنين نفسه هو ما خلص كل الاندسبرم هو عمال بياخد من الاندسبرم بيستهلكه بس ما خلصوش اتفضل شوية فخل شوية همت الشوية دول خزنهم في فلقة واحدة وقال عليه طبعا ده اسمه نسيج الاندسبرم اللي بيغزيه اتفضل شوية فخزنهم في فلقة واحدة تمام هيستخدمهم فين استخدمهم اثناء الانبات يعني عندي دلوقتي اثناء التكوين هو استهلك ايه اثناء تكوين الجنين نفسه استهلك اندسبرم وتفضل شوية استخدمهم اثناء الانبات ماشي كلام مصبوط لكن عندي فطبعا هو طالما خزن بقى شوية اندسبرم فبقول عليه هو بزرا مخزنة اندسبرم طيب البذور اللا اندسبرمية نخلي نبقى هو اسناء التكوين استهلك اندسبرم برده يعني نقول لك اسناء تكوين الجنين في البذور الاندسبرمية والا اندسبرمية اثناء تكوينهم استهلك برده يبقى استهلك بس تقول LIVE الحكاية انه لما بيستهلك خلصوا كله بدأ انه هو يخلص كل الاندسبرم ما خلاش اندسبرم فاضطر النبات بعد كده انه هو يخزن غزة تاني عشان خاطر أثناء التكوية أثناء الإنبات يبقى أثناء الإنبات إيه اللي حصل بقى خزن غزة تاني غير الإندوزبير طيب نجي نبص عليه في وقت الإنبات نلاقي عنده إندوزبير من لا ما عندهش إندوزبير أمال بيكون عنده إيه بيكون عنده غزة تاني زي مثلا البروتين طيب لما بيجي يتكون بقى يبدأ أنه يعمل تحلل ماء للبروتين فيديني أحماض مثلا أحماض أمينية الكلام ده مشهور في البوكوليات زي مثلا الفول بسلة عدس الكلام ده كله يبقى دلوقتي أثناء التكوين يلتين استهلكوا بس كل الحكاية قال إن الإندوزبير مخلصوش نسئ البزور الإندوزبيرمية مخلصتش الإندوزبيرم ففضل معاه شوية فخزنتها في فلقة واحدة فبقولي عليها بزور الإندوزبيرمية لكن البزور اللي إندوزبيرمية أثناء التكوين خلصته فبدأ النبات إن هو يخزن غزة تاني بس يخزن غزة تاني في فلقتين فبقولي عليها نباتة زاد فلقتين وأثناء بقى الإنبات أثناء الإنبات بيبدأ أنه يعمل تحلل مائي عشان خاطر بها وعايز غزة فيبدأ يعمل تحلل مائي للغزاء أو البروتين مثلا اللي هو المخزنه فبيديني الأحماض الأمنية طب الإندوزبيرمي ده لما باجي أعمله تحلل ماء أثناء الإنبات بيديني جولوكوز يربع بارة أصلا المعظمة بيبع بارة النشا ماشي فخلي بالك بقى يقولك مثلا لو نبات أثناء أثناء إنباته بيستهلك أحماض أمنية تعرف أنه كده فلقتين لكن لو نبات أثناء إنباته بيستهلك جولوكوز تعرف أنه فلقة واحدة طيب في المطلق لا أكيد برضو لكل قاعدة شواز فهنشوفها كمان شوية طيب خلاص عرفنا الأمثلة عرفنا إزاي أصلا ده اسمه ليه بزور الاندوزبيرمية وده اسمه بزور الاندوزبيرمية ماشي فبول على ده فلقتين أو سناء الفلقة وده فلقة واحدة أو أحادي الفلقة زي عندي مثلا التفاح أول وعندي مثلا البسلة إنما ده عندي مثلا زي الزرة أو مثلا الأمح خلي بالك بقى لاحظ من حاجة كويسة أنا هنا بميز ما بين الصمرة وما بين البزرة يعني بص شايفينت القرن بتاع البسلة ده كله على بعضه اسمه صمرة بس الصمرة جوائي كده اسمها بزرة يبقى أنا قدرت أن أميز ما بين الصمرة وقدرت أميز ما بين البزرة طيب نفس الفكرة التفاح انا عندي بزرة هيت وصمرة هيت فمبيز ما بينه فبقول عليه كده دفل كتير لكن مثلا في الامح الصمرة هي هي البزرة ومتلا ما بقولش على بزرة بقوله على حباية بقوله على حبوب ماشي انما البزور الاندوزبرمية بقوله عليها البزور اللا اندوزبرمية بقوله على اسم بزور برضو من ضمن الاختلافات ما بينهم ان انا عندي البزرة الغلاف بتاعها من الخارج ده بيبعبارها عن غلاف البويضة يعني هنا غلاف البزرة هو غلاف البويضة الغلاف بتاع السمرة نفسه ده كده اسم غلاف السمرة بقول عليه اسم الرائطة والغلاف البيض يعني معنى كده ايه أن الأغنفة ملتحمدر مع بعضها غلاف المبيض فضل لوحده وغلاف البويضة فضل لوحده غلاف مبيض اداني غلاف السمرة ف إد arranged غلاف البزرة لكن في أحدية الفلقة لا بدأ يلتحم الاثنين يلتحموا مع بعض الاثنين يلتحموا مع بعض وغلاف المبيض يلتحم مع غلاف البويضة فبقول لاثنين حبة واحدة فبقول عليها حبة ما قدرش يميز ما بين المبيض والبويضة طيب بقول لك هنا في كلا النوعين نخلي بقلك بقى عشان خطر الحتة دي جديدة الكوزئية دي جديدة لسه منضفة عليك السنة دي في كلا النوعين تتصلب وتندمج الاغلفة لتكوين القصرة او غلاف البزرة السنة اللي فاتت كان بيقول لك تتصلب وتندمج الاغلفة لتكوين القصرة او غلاف البزرة كان بيحصل في الفلقتين لا ده انا عندي بقى في كلا النوعين تتصلب وتندمج الاغلفة لتكوين القصرة او البزرة تمام في كلا النوعين ماشي انا عندي في الفلقة الواحدة بقول لك بقى قط تلتحم ده لكل قاعدة شواز لكل قاعدة شواز أنا لسا كنت П ön wygląda ان القاعدة الأساسية فوق ان انا عندي المبيض او الغلام بتاع المبيض بيلتحم مع مين بيلتحم مع الغلام بتاع البوايدة فبيكونون الحبة أنا مين بقولك بقية لكل قاعدة شواز بمعنى ان قد تلتحم أغلفة المبيض مع البوايدة والشواجدات طبيعي الشاز للقاعدة وانها قد لا تلتحم ودي حاجة لسه جديدة جديدة 2025 قد لا تلتحم أغلفة المبيض مع البيضة هي الحاجة جديدة لسه منضفها عليك السنة دي قد لا تلتحم أغلفة المبيض مع البيضة زي مثلا البلح البلح أول فلقة واحدة ومع ذلك أربعة درميز ما بين الصمرة وما بين البزرة طيب بالنسبة لي هنا بقل لك يتغذل جنيه على اندس بيرما أسماء تكوينه ويضطر نبات لتخزين غزاء آخر بعض النباتات ذات الفلقتين بتختزن الاندس بيرن يعني في بعض النباتات برضو هي 2025 زي مثلا من زي نبات الخروع نبات الخروع نبات الخروع ده بيكون فلقتين وبقول عليه اندس بيرن فلقتين لكل قعدة شواز بقول عليه اندس بيرن اندس بيرن ليه لأنه بيخزن هنا بيقولك بعض النباتات ذات الفلقتين بتختزن الاندس بيرن ما بيتخلصوش بتخزن شوية بتستهلكهم أثناء الإنبات زي كده الخروع قهود فبيكون هو فلقطين وبرضه عنده اندزبير طيب نيجي بعد كده للإسمار العزري الإسمار العزري هو عبارة عن النمو الطبيعي أو الاصطناعي للصمرة بدون حدوث إخصاب مسبق وما يجعل الصمار خالية من البزوء بالآخر كده هو عبارة عن تلقيح بدون إخصاب بيحصل تلقيح بدون إخصاب طيب ما هي النتيجة المتباية تلقيح بدون إخصاب يبقى كده هكون صمرة بدون بزرة طيب في عندي نوعين من الإسمار العزري إسمار عزري طبيعي زي مثلا الموز والأناناس طيب والصناعي لا الصناعي بقى إيه اللي بيحصل الصناعي ممكن يحصل في أي صمرة عادي بس إزايها عن طريق مثلا أن أنا أرش مياسم الأزهار بخلاصة حبوب اللقاء يبقى عندي هنا أرش مياسم الأزهار بخلاصة بخلاصة حبوب اللقاء ماشي اللي هي أصلا بتبع عبارة عن إيه أصلا خلاصة حبوب اللقاء بتبع عبارة عن حبوب لقاح مطحونة في إسير كحولي حبوب لقاح مطحونة طيب مطحونة يعني كده مش تقدر إنها تعمل إخصاب مطحونة في إسير كحولي طيب دي طريقة دي أول طريقة طيب ما نقول لك الحاجة هو أصلا إيه الغرض من إن أنا أرش مياسمي بنا بحفز المبيض على إفراز الإكسينات طيب ما ندي أكسينات على طوب طيب من أشهر الإكسينات أندول حمض الخليك يبا استخدام أندول حمض الخليك استخدام أو نفسول بقول عليه نفسول حمض الخليك نفسول حمض الخليك أو أندول حمض الخليك أي أن كان الاسم ليه أصلا عشان خطر أبدأ إن أنا نبه المبيض علشان يكون سمرة ناضجة زي مثلا البطيخ آياته معروف إن البطيخ في الطبيعي بيكون عنده بزر إنما في المنظر اللي قدام ده كده أسماره عزري صناعي يعني كده أنا استخدمت مثلا رشيتي المياسم بخلصة حبه اللقاح وبالتالي كده أنا عملت التلقيح بس مش يحصل إخصاب أو إن أنا استخدمت على طول الأكسينات زي مثلا نفسول حمض الخليك فكوين لي سمرة بدون بزرع بس خلي بالك بقى الاسمار العزري والتوالد البكري أو الاسمار البكري والتوالد البكري الاسمار العزري وده كده التوالد البكري الاسمار العزري هو لا يُعطى الاسمار العزري لا يعتبر تقاصر لأنه كانت أفراد لا يعتبر تقاصر إنما التوالد البكري لا التوالد البكري يعتبر تقاصر نبدأ ده يعتبر تقاصر وده يعتبر تقاصر بس وكده نبقى خلصنا الحمد لله فنشنا دار ستكاصر في نباتات الزهرية وأتمنى تكونوا استفدتوا بالثلاث أجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر